الناس تعظم الله والناس توحد الله ونحن والله لا نمل من هذا الكلام نبلغ هذا التوحيد ويكفي أن الله يسمعه ونحن على يقين أن الذي فيه خير يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى هل بيدخل على الناس في صورة محبة الصالحين ولا شك المؤمن يحب الصالحين والمؤمن فوق ذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك لكن لا يدخل عليك الشيطان وأعوان الشيطان بحجة نحب الصالحين عشان ندعوهم مع الله نحن بنحب الصالحين نعم الصالحين الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس الفقه والعقيدة والصلاة وأهل القرآن نحبهم لا في شك لكن لا ندعوهم مع الله ولا نستغذبهم ولا نتوكل عليهم توكل على الله سبحانه وتعالى أما الدعوة السلفية دعوة وسط يا ناس بندعو الناس للتوحيد ما دار سياسة بندعو الناس للعقيدة الصحيحة والايمان بالله ما ذهرين نحكم ولا نازلين انتخابات وكلامنا نحن الوحيدين من فضل الله هل ما تغير وربنا قال ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اوجود شرق بالله شرق بالكم وما في شي غتس حجر البلد الا الشرق والشرك ده ما جبروا ما جبروا الشرك ده نشراه شيوخ الطرق الصوفية هم من نشر الشرك والالحاد وعبادة القبور والقبب وعبادة الاولياء المزعومين وعبادة غير الله عز وجل نحن كلامنا واحد والله واحد بنقول يا ناس اعبدوا الله ما تعبدوا غيره ما تشرك بالله ما تعبد قبة ما تعبد قبر ما تتوكل على شيخ ما تلبس لك حجاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميم فغد اشرك ما تعلق بغير الله لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فغد اشرك ده منهجنا والله ده منهجنا دعا ودي خدته في رقبتك لو ما خدته في رقبتك براك شائل غيرته ما بتبلغ لو قعدت فلان جاه فلان ما جاه فلان بكرمات تكيف الدعوة فلان كذب على تكيف الدعوة فلان جنة تكيف الدعوة ولا تشتغل تبلغ دين الله سبحانه وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبة شو الكلام ده واضح كم؟ كلام واضح اوضح من الشمس اديك واحد دلقون السجاعة مدفون تحت الواطة عدامه ذاته مبتلقين ما جو الواطة وشي بعموت لو صحة العبارة والدود اكلوا ونجموا ونجم الدمورية المغتلنا به ابوك الشيخ في امتى بعد ده الناس ماسكا فوقه ويجي يقول لك يعلم الغيب زي ما قال البرعي قوماك نزاور الاولياء الاقطاب ليهم نشاور تشاور لك زو الميد؟ ها؟ قال منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر السلام قال قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبة وعايشة رضي الله عنها قالت في صحة البخاري لمسرو قالت اين انت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب او فقد اعظم على الله الفرية ومنها من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب البرعي كالضاب لانه قال شيوخ بيعلم الغيب شكذا لان لو ما اتكشفوا وحالهم اتبين والناس للامة دي وحدت ربنا سبحانه وتعالى حال دباب صالح اصلا ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا قرية كانت امينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاداخى الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دل حصل لنا بالبلد دوبوا الى الله عز وجل وخلوا الطرق دي كل اكفر بها وتركوها وخلوا عبادة القمب والتبرق بالاضرح والقبور وأدعوا الحجبات والتمايب وتوكلوا على الله عز وجل ربنا بيفتح لكم من فوق ومن تحت ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتعنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون